ترجمة نانسي قنقر بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمناطق المتاخمة وأكدت اللجنة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة تؤمن بأهمية الالتزام بكل القوانين والقرارات الدولية وذلك لما فيه من صون وحماية لحقوق الفاعلين كافة في إطار المنظومات الدولية كما أكدت اللجنة التزام المملكة الدائم واحترامها الكامل لجميع القرارات التي تصدر عن مؤسسات الشرعية الدولية وذلك من منطلق إيمانها التام بنزاهة وشفافية القرارات المتخذة في ضوء المنظومة الدولية الشرعية ومؤسساتها مؤكدة أن مملكة البحرين تحتفظ بحقها السيادي في المطالبة العادلة والمنصفة لاسترجاع حقوقها التاريخية كافة ضمن مسارات وقنوات الشرعية الدولية كوسيلة لاسترداد حقوقها التاريخية الوطنية في الوقت وبالطريقة التي تراها مناسبة بما يحفظ جميع مصالحها وحقوقها التاريخية والوطنية والسيادية دون أدنى تفريط وفي ضوء التقرير القانوني الذي نشرته صحيفة لوبوان الفرنسية بعنوان هل سلبت قطر مملكة البحرين مليارات الأمتار المكعبة من الغاز أوضحت الأجنى أن التقرير المذكور لم يأتي بشيء جديد وإنما جاء مؤكدا ومساندا للرؤية والموقف البحريني بخصوص هذه القضية لكن الأمر الذي تجدر له الإشارة هو أن مملكة البحرين لا تفرض في حقوقها وسيادتها على حدودها كافة البرية والبحرية والجوية فالقضية هي قضية وطن وحق تاريخي وسيادي في الدرجة الأولى وليست قضية ثروة أو مليارات الأمتار المكعبة من الغاز وفي هذا الإطار دعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى دولة قطر للاستجابة للدعوات المتتالية والتي قدمتها مملكة البحرين للبدء في مباحثات ثنائية طبقا لما جاء في بيان قمة العلى الخليجية بهدف معالجة جميع القضايا والموضوعات العالقة ترجمة نانسي قنقر